إذا تحتاج جهاز من خلاله وتسجل محتوى عالي للدقة وبتردد عالي يمكن جهاز أفرميديا لايف جيمر ألترا يكون أحد الأجهزة المناسبة إذا لم تستطيع الممتازة لهذه المهمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم فيصل السيف شركة أفرميديا من الشركات التي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات التقنية مثل سماعات ومايكروفونات وكاميرات وغيرها لكن تركيزها الأكبر على كروت التقاط الشاشة المخصصة للبثوث والألعاب واليوم لدينا منهم منتج هو اللايف جيمر ألترا القطعة التي تحاول تتميز فيها بتقديم جودة ممتازة من تسجيل والبث بجودة عالية تصل إلى 4K 60 أو 30 إطار في الثانية وجودة 1080 بمعدل 120 إطار في الثانية وما ننسى دعمها لتقنية HDR ومن ناحية التقاط الفيديوهات تدعم إلى 4K بمعدل 30 إطار وال1080P بمعدل 120 إطار وخفيفة بوزنها وتصميمها ممتاز ويأتي بفتحات خاصة بالمروحة والتهوية لكي لا ترتفع حرارتها في منفذين من الجانب الأول واحد HDMI in والآخر HDMI out والجانب الآخر يحتوي على منفذ USB C 3.1 القطعة بما أنها تدعم الويندوز والماك يوجد لها تطبيق اسمه Record Center أو RE Center بحيث يستعرض خيارات التسجيل والبث بأي جودة وغيرها وأيضاً تستطيع البث من أكثر من منصة مثلاً يوتيوب وتويتش ومن الخيارات المتوفرة لتطبيق Single Mode سواء شاشة اللعب فقط مثلاً أو Multi Mode أي كاميرا وشاشة اللعب نفس الوقت كأي تطبيق والتطبيق بعد عدة تحديثات أصبح يعمل بشكل جيد وأداء أفضل ويحتوي على خيار تعديل وتنسيق الصوتيات الأوديو ميكسر وفي عدة Scenes بحيث تستطيع رؤية استعراض البث على أي منصة وكيف سيكون بأكثر من شاشة شاشة لليوتيوب وشاشة للتويتش وغيرها وطبعاً عن طريقة تطبيق تستطيع تعديل على الفيديو وتقوم بتعديلات بسيطة مثل القص وغيرها عندما قمنا بعمل الأختبار، للأسف الماك كان صعب الأعداد بحيث جربنا نسوي تحديثات للدرايفرز وغيرها وما ضبطت لكن الميزة على الويندوز يوجد داونلود ماندر وسهل عليك تحديث الملفات الخاصة بالقطع بعد أن تحاول تنزل التحديثات وتضبط أمورك وكل شيء، يبدأ الأختبار جربنا من اللاتوب نسجل محتوى من البلاي ستيشن 4 وسجل فيديو لكن بدون صورة بسبب ضعف إمكانيات اللابتوب فإذاً يبارك جهاز يكون قوي وممتاز يعني على الأقل الإمكانيات المتوسطة التي طالبناها عندما عملنا الاختبار على كمبيوتر قوي قدرنا نسجل بجودة ممتازة وصوت جداً ممتاز القطع تعمل على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 بتسجيل والتقاط بالجودات التي ذكرناها قبل والمحتويات التي تأتي في نفس العلبة هي USB Type C 3.1 و HDMI وسعر القطع حوالي 1000 ريال وبالدولار 253 دولار تقريباً من الإيجابيات أهم هي Latency وسرعة الاستجابة وأنه لا يوجد تأخر أبداً بين اللقطة التي تظهر عندك على كمبيوتر وبين التي تمر من نفس الكرت وأيضاً بساطة التطبيق وبساطة الإعدادات وأما من ناحية السلبيات فأقدر أقول أنه يبغى لك إعدادات عالية والمفروض عندما تكون التناوي تسجل بث بدقة عالية يبغى لك إعدادات عالية هذا هو الجهاز الذي يساعدك في مهمات إلتقاط المحتوى من البلاي ستيشن أو حتى من الإكس بوكس وغيرها من أجهزة الترفيه المالي نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وعتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته